تفضل الدكتور عبدالحسين بن علي مرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بافتتاح المؤتمر الدولي للمباني المستدامة والطاقات المتجددة الذي تنظمه جامعة المملكة بالتعاون مع الشبكة الدولية للطاقة المتجددة تحت شعار المباني المستدامة والطاقة المتجددة بحضور مجموعة من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال من عدد من دول العالم وقدم وزير شؤون الكهرباء والماء كلمة رئيسية في حفل الافتتاح تحدث فيها عن قطاع الطاقة المستدامة في البحرين واهتمام القيادة الرشيدة بهذا المرفق الحيوي وسعيهم حفظهم الله إلى تأمين تنمية مستدامة في البلاد وذكر الوزير أن إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الموقرة في سعيها لتأمين بيئة خضراء وطاقة نظيفة هي إنشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهذه الوحدة تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وفي كلمتها أيضا شكر الدكتور مرزا المنظمين وعلى رأسهم رئيس ومنتسب جامعة المملكة وأعضاء الشبكة الدولية للطاقة المتجددة وكذلك الرعاة والمتحدثون والمشاركون في المؤتمر وسيتناول المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدى يومين آخر المستجدات والأبحاث في مجال الطاقة المتجددة وتصميم المباني الخضراء والمستدامة وسيتم عرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات العلمية والميدانية في هذا المجال تعمل جميع الدول وجميع المؤسسات الآن على عمل توازن بين عنصرين أساسيين وهما متناقضين العنصر الأول هو استدامة الموارد التي لديها والمحافظة على البيئة والعنصر الثاني هو استدامة الوضع المالي السليم للبلد أو للمؤسسة وكذلك زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية وحكومة مملكة البحرين بادرت في هذا الخصوص بإنشاء وحدة الطاقة المستدامة ووحدة الطاقة المستدامة تهدف إلى التركيز على الاستثمار في الطاقة المتجددة التي تحافظ على البيئة وكذلك على كفاءة استخدام الطاقة أي استدامة الطاقة